فعلاً الجميع الذين طلعوا على هذا السيمبوزيوم الذي سيقعد قريباً في جاكسون هول عادةً يكون فيه تلميحات أو ما هي الأشياء التي تحدث مثلاً نحن نحن في نهاية جولاي أجتماع الفومسية في درزير ما كان فيه تغيير لكن بعدها على طول طلعت النيوز حق البطالة ويسود تفاوت في السوق المالية كان فيه تصور كبير أنه يكون 150 نقطة أساس أنه ينزل للسعر الفائدة تطورت طلعت الجبلس كليم ريكورت له بشكل أسبوعي حق البطالة بشكل أسبوعي وتحسنت بدأت تطمئن الأسواق شفنا بنكوف جفان رفع سعر قاعدة بنكوف انجلن بنزل سعر قاعدة فيه ديسربشن شوي بس بدأت تطمئن شوي شوي الآن حسب المحلين ينظرون أنه 100 نقطة أساس مناسبة أتوقع خلال يومين القادمة من التمعنانات والتوجه الآن ممكن 75 نقطة أساس بحيث يكون 25 نقطة أساس على سبتمبر ونوفمبر ونسمبر شيء مناسب وسهل على البدر الزير بأنه يبدأ بخطوات متدرجة عفوا دكتور اليوم ما هي برأيكم الحصيلة النهائية للتخفيض لنهاية السنة لأنه اليوم الاحتمالية أصبحت محسومة تماما بالسوق أنه فيه 25 نقطة تخفيض باجتماع سبتمبر فقط 25% احتمالية تخفيض ب50 نقطة أساس فالباسكيس سيناريو هل تعتقد أنه هو 25 نقطة أساس تخفيض بسبتمبر وبالتالي يليها كم مرة بالتالي الحصيلة لنهاية السنة التي تتوقعها دكتور اليوم نحن نعرف أن سامة تلحق بقرارات الفيدرالي بشكل حسيس حتى لا يكون هناك أي مضاربة على سعر ريال السعودي أمام الدولار لأنه مربوط بالدولار وبالتالي التوقعات إذا رأينا تخفيض 3 نقطة بالولايات المتحدة سامة ستخفض أيضا 3 نقطة من الآن وحتى نهاية السنة برأيكم ما تأثير ذلك على البنوك السعودية لا سيما وأنه فيه نوعين من البنوك السعودية فيه البنوك اللي بتعتمد على إقراض الشركات الcorporate lending وبالتالي هذه عندما تنخفض الفائدة بتضطر بضغط من عملائها أنه تخفض فائدة الإقراض الأساسية البنوك اللي عندها mortgage lending أعلى وتمويل للأفراد ما بتتأثر بنفس النسبة لأنه بتكون هاي مثبتة أسعار الفائدة عليها وأيضا deposit base بيختلف من بنك لآخر البنوك الإسلامية بيكون عندها deposit base لا يدفع الفائدة فبالتالي يعطينا وجهة نظرك تأثير التخفيض بـ 3-4 نقطة مئوية على هذين النوعين من البنوك بالسعودية حينا عادة زي ما تفضلتي البنوك اللي تركز على الشركات أو عموم على الشركات أنه يصير فيه repricing كل 3 شهور إلى 6 شهور الحين اللي بيصير عندنا 3 شهور فيها تغير كثير 75 نقطة أساس فمن المفترض أنه يكون فيها جميع الخطين يعني الكورپلت والريتيل يتأثرون الريتيل أقل من الكورپلت وبرضو بشكل إيجابي أنه راح يصير عندهم المارجن كوس يقل بسرعة أكثر من النزول في المارجن كوس يكون أسرع بكثير من أسعار الفائد المعطاة وبالتالي يحصل أرباح أكثر من ناحية الريتيل أكثر من الكورپلت السرعة في هذه التحصيل أو تعديل الأسعار الفروضة بين الكورپلت والريتيل يكون راح يكون جي صالح الكورپلت يكون السرعة بتعديل الأسعار وبالتالي تناقص المارجن أو الأرباح أرباح أكثر في الكورپلت أو في الشركات دكتور من ناحية أخرى اليوم كنا رأينا بالفترة الماضية ضغط على سيولة بالقطاع المصرفي السعودي ورأينا تسابق من قبل البنوك لجذب السيولة الودائع عبر دفع تسابق على دفع مبالغ عالية فبالتالي ارتفع تكلفة الودائع اليوم كيف ترى أولا السيولة بالقطاع المصرفي بالوقت الحاضر وكيف ترى توجه ذلك وتأثير تراجع الفائدة على الكلفة للبنوك السعودية للفترة القادمة طررت أن تذهب إلى إصدارات سندات وصقوق وغيرها وهي أيضا طررت لدفع نسب عالي عليها بسبب ارتفاع أسعار الفائدة صحيح الآن عندنا الودائع نموها أقل من نمو القروض تفرق تقريبا 1% بين وداع والقروض بالتالي اللي جاءت حتى بالفترات الماضية مثل ما ذكرتين أنه إصدارات سكوك وسندات تغطية هذه الفجوة والآن ما تزال النمو في القروض الفترة القادمة اللي صار فيه نمو ممكن بالإدعاءات الغير المتبطة بالفواعد فبالتالي ممكن ترتبع أكثر والنمو اللي يصير في time and saving يقل الصالح بحيث أنه تتوجل أكثر demand deposit هذه كلها راح تأثر بشكل إيجابي على البنو أنه تعطيها مساحة أكثر على الأقراض في فترات المقبط والتالي متوقع أنه بعض من نقول من الآن إلى نهاية السنة أو من السنة 2025 يكون فيه مساحة أكبر للأقراض اشتركوا في القناة